أحوال التقس من قناة النهار هلا بكم مشاهدي نايدا ناجوة حر الصيفية بامتياز ستخص أغلب المناطق الشمالية وكذلك الولايات الجنوبية بالنسبة للمناطق الجنوبية أيضا رحكم في تساقط بعض الأمطار المتفرقة خلال ظاهرة يوم الجمعة أكثر تفاصيل عن أحوال التقس نبدأ بصورة القمر الأسناعية وضحنا تشكل بعض السحب العابرة حركة الرياح ستكون ضعيفة إلى معتدلة تصل إلى 40 كم في الساعة ستكون مرفوقة بتطاير زوابع رمية فيما خص الولايات الجنوبية أيضا توقعات الوضعية الجوبية خلال الصباحة الضباب سيخص أغلب السواحل الوطنية تبقى الوضعية الجوبية مشمسة مستقرة فيما خص أغلب ولاية الوطن باستثناء المناطق الشمالية الغربية وكذلك الجنوب الغربي رح تكون الأجواء مغشات جزئيا درجات الحرارة الدنيا المسجلة خلال صباحة يوم الجمعة رح نسجل 13 درجة لباتنا وخنشلة في حدوث 22 درجة للغواط وبسكرة 20 درجة بالنسبة لنعمل بيد مشرية كذلك عين الدفلة الجلفة والتيارة 18 درجة لتلمسان وتزيب الزو 16 درجة لوهران وعينتيموشنت 15 درجة لقسنطينة والجزائر العاصمة 29 درجة بأقصى الجنوب الجزائري 30 درجة لأين صالح في حدوث 24 درجة لغردايا زلفانة المنيعة ولجلال وكذلك توقورد حتى الوادي 25 درجة لورقل وحاسم سعود بينما تين دوف إليزي جانت وإناميناس فستصل إلى حوالي 26 درجة إذن توقعات الوضعية الجوبية بحول الله خلال الظهيرة الأجواء ستكون دائما مغشاة جزئيا فيما يخص المناطق الشمالية الغربية رح يكون في تساقط بعض القطارات من الأمطار المتفرقة نفس الأجواء على ولاية بشار تين دوف أقصى الجنوب الجزائري نحو مرتفعات الهوغار والتأسيلة على العموم الأجواء تبقى مشمسة ومستقرة فيما يخص باقي المناطق الشمالية وكذلك الولايات الجنوبية درجات الحرارة القصوى المسجلة إن شاء الله إذن ستكون مرتفعة على أغلب المناطق الشمالية وكذلك الولايات الجنوبية قد تصل حتى 50 درجة كعلى مقياس تحتضل بالنسبة لوسط الصحراء كذلك أدرار وأقصى الجنوب الجزائري 38 درجة لإليزي جانات إناميناس نفس المقياس ببشار في حدود 41 درجة لتين دوف 39 درجة لغردية 36 درجة للجزائر العاصمة البليدة وبومرداس كذلك تيبازة 38 درجة لتزيوزو البويرة رح نسجل في حدود 41 درجة لبوسعدة والمسيلة بينما شلف غيريزان واسيدي بالعباس تصل إلى حوالي 43 درجة 33 درجة لقلم الطرف والسوق هراس بينما قصنطينا سطيف باتنا خنشلة بسة مغنيات لمسان ستصل إلى 31 درجة إذن حالة البحر سيكون بحول الله قليل الافتراب إلى مصدرب على غلب السواحر الوطنية ريح ستترى وحما بين 30 إلى 50 كم في الساعة الرؤية متوسطة علو الموجة سيصل إلى المتر وهذا على طول الشريط السحلي وقبل أن نختم ونشرطنا لإنهار اليوم نتوجه بكم إلى ولاية باتنا إذن الأجواء ستكون مغشاة جزئيا خلال الأيام القليلة المقبلة مع درجات حرارة دنيا مع سباح تتراوح من بين 14 إلى 18 درجة والقصوى ما بين 30 إلى 33 درجة سرعة ريح فيها محشة عدة 30 كم في الساعة والرطوبة حوالي 60% في الأخير نختم ونشرطنا الجو بوراقات المعلومات الفلكية لتخص شروق غروب الشمس للجزائر العاصمة وبعض من ولايات الوطن إذن كانت هذه توقعات حوال الطقس المرتقبة خلال صباحة وظهيرة يوم الجمعة بإذن الله أشكركم على كرم الإسرائي والمتابعة في أمانيلا